نتحدث منذ قليل مع دكتور مونير البرش عن هذه المقبرة الجماعية التي تم العثور عليها اليوم داخل مستشفى الشفاء ما يقرب من عشرة شهداء فلسطينيين تم دفنهم جماعيا في هذه المقبرة البعض منهم كانوا يرتدون ملابس طبية ما يعني أنهم بالضرورة من ضمن الفرق الطبية الذين كانوا يعملون في هذه المستشفى وفي محيطها مرضى آخرون تم العثور عليهم وهم ملفوفون سواء أيديهم أو أرجلهم بالجبائر الطبية رغم ذلك قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتلهم أو إعدامهم ميدانيا طبقا للدفاع المدني الفلسطيني ومن ثم دفنهم في هذه المقبرة الجماعية تحدث إلينا كذلك الرائد بصل من الدفاع المدني الفلسطيني عن وجود محتمل لمقبرة جماعية أخرى لكنهم لا يستطيعون الوصول إليها نتيجة انعدام الإمكانيات التي تسمح لهم بالعثور على جثامين أخرى لهؤلاء الشهداء عاد إلينا ضيفنا مجددا عبر الإنترنت من باريس المحامي الفرنسي جيل ديفر المحامي الرئيسي في الدعاوة التي تقدم بها محامون أوروبيون إلى محكمة الجنيات الدولية ضد الحكومة الإسرائيلية أهلا وسهلا بك سيد ديفر تابعنا اليوم هذه الصور التي خرجت من مستشفى الشفاء ما الذي ورد في ذهنك وأنت تتابع هذه الصور لمقبرة جماعية داخل مستشفى؟ على الصعيد الإنساني إنه أمر مروع المستشفى بات الآن مسرح جريمة نشعر بمشاعر كبيرة إذا الأرواح التي تم قتلها ولكن علينا أن نعود إلى العمل القانوني الذي نطلع به وأن ننظر إلى العمل الذي يطلع به الأطباء والصحفيون والذين من خلال عملهم يظهرون الأدلة على جرائم الحرب والاعتداء على المستشفيات قتل المدنيين وانتهاكات الكرامة علما أننا رأينا أشخاص مجردين من ملابسهم أطلقت عليهم النار وكل هذه العناصر تشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون تستوجب رداً موحداً من حول العالم في كل الأعمال وكل القضايا التي نرفعها إلى المحكمة الجنائية وغيرها سيد ديفر ما الذي تضيفه هذه الجريمة على ملف الدعوة أمام محكمة العدل الدولية من وجهة نظرك؟ إنها تساعد بالتأكيد تعرفون أن المحكمة تتقدم ببطء ولكنها تتقدم يمكنني أن أعكد ذلك أجرينا محادثات مع مكتب المتعي الأسبوع المنصرم نريد شميعاً أن تتقدم الأمور بشكل أسرع بالتأكيد ولكن المحكمة لديها قواعدها المتعي كان في البداية معطارضاً ويحصل على دعم سياسي ضئيل عندما كانت المسألة متعلقة بأوكرانيا كان هناك 24 دولة صناعية متقدمة قدمت الدعم وشركت بشكوة فيما يخص فلسطين سبع دول في العالم تحركت وهي دول أعضاء في المحكمة العمل يتواصل وينبغي أن نطالب بتحقيق دولية نحن أمام محكمة مختصة وهناك فريق بأكمله يعمل على الأطباء الكشف على الجثث على الصحفيين أخذ الصفور وعلى المسعفين البحث أيضاً العمل الميداني هو ما يؤكد أننا مع الوقت سوف نتمكن من إدانة المجرمين وتحقيق العدالة سيد ديفر كما هو واضح في هذه الصور أو كما قال الفلسطينيون وزارة الصحة الفلسطينية تحدثت عن وجود أطباء من الفرق الطبية وكذلك عن وجود جرح ضمن هؤلاء الشهداء الذين تم العثور على جثامينهم اليوم في هذه المقبرة الجماعية إلى أي مدى هذا الأمر يشكل جريمة ضد الإنسانية؟ نحن بالتأكيد في ما هو جريمة ضد الإنسانية ولكن كل الجرائم مجتمعة هي إبادة الإبادة ليست عمل واحد إنما هي مجموعة من الجرائم الإنسانية وهنا تخطينا حاجز الجريمة ضد الإنسانية القانون الدولي يحدد ثلاث مستويات جريمة الحرب جريمة ضد الإنسانية وفوقها الإبادة الإبادة توجب اهتماماً حدداً ففي الإبادة لا يعتبر الإنسان إنساناً يجرد من بشريته وإنسانيته ومن يسمح بقتل المدنيين المكبلين والذين ربما كانوا مرضى ممرضين أطباء وأفراد وبعد ذلك وضعهم في مقبرة جماعية هذا يجردهم من الوجود يجرد الفلسطينيين من الوجود وبذلك الإبادة التي افترضناها وقد كررت الجزيرة ذلك ونشرته ليتخطى ذلك وينبغي أن نحافظ على نشر هذه الجرائم التي هي بالإنعزال جرائم ضد الإنسانية ولكنها بمجموعها تشكل إبادة أمام إنكار إسرائيل التهم الموجهة إليها وبالنظر إلى هذه الصور التي خرجت اليوم من هذه المقبرة الجماعية للجرحة بضماضاتهم وكذلك لأحد الجثامين وهو عار تماماً مما يتضح أنه كان معتقلاً قبل قتله هذه الصور هذه الجرائم الموثقة الآن عندما تنكرها إسرائيل كيف يمكن التعامل معها من قبل المحاكم الدولية؟ إذا كنا أمام هيئة سياسية أو أمام مجموعات سياسية ووسائل إعلام قررت دعم إسرائيل لا يمكن أن يسمع صوتنا على الصعيد السياسي ما زال هناك دعم قوي لها ولكن على الصعيد القانوني المصار أطول وهو عمل معمق لا نأخذ في الاعتبار ما تقوله إسرائيل هي أكاذيب نأخذ في الاعتبار الوقائع القضاة يعملون على أساس الواقع ولذلك ينبغي أن نشجع الأطباء على الكشف على كل الجثث عندما نجد جثثاً يمكن أن نحصل على معلومات كثيرة لنعرف إن تم قتله إن كان هناك أدلة على قتل بإطلاق النار نرى إذا تم أطلق النار على الرجل أو على القلب بهدف القتل نرى مسار الطلقة النارية وبعد ذلك نحدد سبب الوفاة وإذا كان الشخص مكبلاً أو لا نتمكن من وضع الأدلة الدقيقة بالكشف الجسدي والكشف على القلب بخبرة مع أطباء غزة هم لديهم خبرة في هذا الموضوع يواجهون الحرب عندهم لقد مارسوا ذلك بخبرتهم وكشف الطبيب هو دليل أقوى بكثير وأدمغ من كذيب إسرائيل سيد ديفر لو كانت هذه الصور من دولة أخرى من أوكرانيا على سبيل المثال ماذا سيكون عليه الرد العالمي تجاه هذه الصور؟ الحديث عن ذلك فحسب كانت ستتخذ عقوبات فورية ضد روسيا وكان ليتم إصدار متكرات توقيف فورية الأدلة بالنسبة إلينا الأوروبيين يتم اعتماد أو يتم الكيل بمكيالين هناك معايير مزدوجة في أوروبا وفي فرنسا أشخاص كثير قضاة كثير لم يعدوا يتحملون هذه المعايير المزدوجة ينبغي أن نكون متساويين نحن نختلف ليس عندنا التاريخ ذاته ليس عندنا الثقافة ذاتها ولكننا كبشر متساويين من غير المقبول تعامل بهذا المعايير المزدوجة هناك فتاة جرحت نتيجة الهجوم الإيراني الجميع يتحدث عنها وهناك أعداد من القتل بين الفلسطينيين لا أحد يتحدث عنهم إحدى المعارك الإعلامية والقانونية القضائية هي إعادة المساوات ونحن مقتنعون أننا قادرين على جمع أعداد كبيرة من الناس من أجل الدفاع عن هذه المساوات أمام المحاكم تعرفون أن تحالفنا كان يضم ستمائة وخمسمائة شخص وتم توسيعه ليضم مجموعات النقابات في الدول وينتم من الجزائر إلى إيران الكويت البحرين تونس ودول كثيرة يمكن أن أذكرها كلها نقدر العدد بستمائة ألف هو أكبر حركة تضامن بين المحامين لأننا لا نريد هذا الكيل بمكيالين هذه المعايير المزدوجة بعد الآن شكرا جزيلا لك المحامي الفرنسي جيل ديفر المحامي الرئيسي في الدعاوة التي تقدم بها محامون أوروبيون إلى محكمة الجنائيات الدولية ضد الحكومة الإسرائيلية ترجمة نانسي قنقر